السلام عليكم. معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. الحادثة النهاردة نحن نتكلم فيها عن ازاي تقدر تحط كلمات مفتاحية ووصف صحيح مية في المية للفيديوهات. في الاول لازم نتكلم عن الفيديو اللي فات. اللي انا شرحت فيه ازاي تقدر تعمل عنوان مستهدف. انا النهاردة مش هبدأ بقى اي مقدمات ولا هعد اتكلم كتير. اللازم هخوش عطول في الموضوع عشان الفيديو ده ما يبقاش طويل. عشان عندي برد plus. اا دنيا منزل عندしかو حاول يعني اصور وفاهمك الموضوعك بالتفصيل. في البداية انت لازم تشوف الفيديو الفات بتاع العنوان مستهدف. لان في الفيديو ده انا في نقطاتين مش هشرحهم. النقطاتين دول هما ازاي تختار كلمة مفتحية مستهدفة وزاي تختار الفئة مستهدفة. فالنقطتين بتوع الفئة مستهدفة وزاي تختار كلمة مفتحية مستهدفة دول لازم تاخدهم من الفيديو لفات لاني مش هشرحهم تاني تمام ونبدأ على طول ازاي تقدر تعمل وصف مستهدف هو ده العنوان بتاعنا ازاي تقدر تعمل وصف مستهدف اول حاجة انت لكتب تحط كلمات المفتاحية بتاعتك او تحط الكلمة المفتاحية المستهدفة اللي هتجيبها من الفيديو اللي فات برضو بمعنى انك خرجت من الفيديو اللي فات بعنوان مستهدف وكلمة مفتاحية هتشتغل عليها مستهدف ده اللي انت بحتاج يعني الحكتين دول انت محتاجهم في فيديو النهاردة عشان تقدر تعمل كويس تقدر تعمل عنوان وصف وكلمة مفتاحية مستهدفة صح بwickوسر اني نبقى عيت النقط دي كتير بس ده لأهمية موضفانة نرجع مرة تانية ازاي تقدر تعمل وصف مستهدف اول حاجة انت هشتغل على كلمة ممتاحية اللي انت استهدفتها تمام معنا كلمة مفتاحية استهدفناه وليكن لكلمات المفتاحية كلمة الكلمات المفتاحية هي ده الكلمة لا استهدفتها. انا بشرح النهاردة فيديو عن كلمة المفتاحية. وهستهدف كلمة الكلمة المفتاحية. طيب تمام. انا مسلا في الوصف. بكتب ايه. سلام عليكم. النهاردة شرحت. واكتب العنوين بتاعتي. او صطرين في الوصف. ركز او فاول صطرين في الوصف. لازم تكتب العنوين بتاعتك. يعني ايه? يعني انت انا مسلا فاقول حسين هقولك بالمثال كده عشان تبقى اسهل. يعني مسلا انا هكتب. سلام عليكم. معكم مصطفى في الله كناةو سلام عليكم. النهار دا انا شرحت وهبدأ اكتب العنوان. مسلا اول عنوان ازاي أقدر اجيب كلمة سفتاحية تجيب ارباح. ده مسلا عنوان اولاني. ازاي اقدر اجيب مشاهدة اليوتيوب? ازاي اقدر اعد العشرة الاشتراعة مشاهدة. تمام? يعني هكتب انا شرحت ازاي اقدر اجيب كلمة سفتاحية تجيب ارباح. و Kombase تقدر تجيب كلمة سفتاحية تجيب لك مش هادات وازاي تقدر دي كلها مش مخالفة تمام ده في العناوين كده بتكتبها مش مخالفة تمام ركز معي علش هتلاقي في كلمات بتلغبطة وفي تعب كده علش بس البرد اللي عندي يبقى هتكتب في اول سطرين الكلام اللي انا قلته ده تمام بستايلك الخاص وما تقلدنيش وما تقلدش حد لو سمحت بستايلك الخاص تمام غلط انك تقلد حد في اي حاجة ده في مسيرتك في يوتيوب هتبقى غلط وتاني حاجة هتبقى غلط في صداقة محركات البحث وحاجة كتير فانت لأفضل لك ما تقلدش حد وانا قلت في فيديو اللي فات انك لازم ما تقلدش حد لا في عنوان ولا في وصف ولا كلمات مفتاحية ولا حتى تنقل كلمات مفتاحية انت لا تلاقيت لك انت ممكن تنقل كلمات مفتاحية وهتجيب مشاهدات ابقى قابلني ولو حد عملها هو بيجي يكلمني ان شاء الله يعني لو حد نقل كلمات مفتاحية من فيديو تاني وجاب مشاهدات دي صعبة جدا يعني في النادر اوي يعني كده احنا قلنا اول سطرين من الوصف ودول اهم حاجتين على فكرة دول اهم حاجة في الوصف اول سطرين دول طيب الباقي الوصف بقى نكتب ايه بقى الوصف انت هتكتب مقالة بمعنى كلمة عن الفيديو اللي انت عملته تكتب كل اللي حانية عملتها في فيديو ممكن تلخصهم في مسلا سطرين كمان او تلات سطور ماشي عايز تكتب مقالة المهم انك تكتب اللي هتكتبه ليكون مستهدف يعني تستهدف في كلمة مفتاحية اللي انت خدتها من الفيديو اللي فات وتستهدف في الكلمات المفتاحية اللي انت بتفكر فيها اللي انت هتحطها في بتاعتك تمام? لازم يكون في دماغ اكتر من كلمة مفتاحية ما اضافة كل حاجة لازم اكتر من كلمة مفتاحية تمام? عشان لو Dé mau فاشلت في انك تصدر المحاركات البحث يبقى عنوان تاني انت ممكن تتصدر فيه محركات البحث. شغل دماغه كده. تمام. يبقى اول سطرين هنقول فيهم عناوين عن الفيديو بتاعنا. تلات فطور هنكتب فيهم مقالة او اه بطريقة كده ملخص عن الفيديو وعن الحاجات اللي احنا عملنا في الفيديو. بطريقة تكون مستهدفة. تكتب فيهم يعني مسلا اه انا شرحت كزا كزا واتكلمت عن كزا وعملت كزا ومسلا اه ركز مع موقع كزا كده. تمام? تجيب اسم الموقع اللي انت شرحته مسلا تجيب كلمة مفتاحية انت شرحتها تحطها في النص وتحطها في الاول. فكر كده بالطريقة الصحة عشان تقدر تسدف صحة. تمام. بقية الوصف زي ما انت عايز بقى. انت ممكن تحط بقية الوصف مسلا رابط السوشال ميديا رابط الحاجات دي لانها مهمة جدا طبعا. لازم تحط رابط السوشال ميديا في الوصف. يكون عندك جروب فيسبوك يكون عندك صفحة فيسبوك انستا تويتر اي حاجة حترة مش اشتغل عليهم كلهم ولكن ضروري يكون عندك. يوم الايام ان شاء الله تشتغل عليهم. نيجي عند النقطة التانية وهي ابسط حاجة هي الكلمات المفتاحية ازاي تقدر تحط كلمات مفتاحية شرحت في فيديو اسمه مشكلتي مع ماتركس سنتين وتساعت عشر. هتخش على الادة دي اسمها تيوب بادي هتخش على الادة هتشترك فيها. هتعمل كل الكلام ده او تخش على الفيديو عشان تفهم الادة كويس. هتخش على الادة وبعد كده هتلاقي حاجة اسمه تاج تاجز. تمام? او اي موقع بتاع كلمات مفتاحية انت شوف انت اللي يريحك جوجل اد ووردز اه كيوورد اي حاجة. تمام? اختار الموقع اللي يريحك في اختيار كلمات مفتاحية. وخد كلمة مفتاحية مسلا انا بتكلم عن الربح الانترنت او كلمات مفتاحية اي حاجة. انا بتكلم عن الربح الانترنت فعمل سيرش. جاب لي مسلا اربح من الانترنت طلق الربح الانترنت كيفية الربح الانترنت دي كلها كلمة مفتاحية مقترحة منهم. تمام? هتقوم واخد كل كلمة مفتاحية في يوم وتخش على الاداة بتاعت. هتخش على الاداة دي وتحط الكلمة مفتاحية وتشوف بتاعتها كام وتشوف المنافسة بتاعتها كام والكلام ده كله. تمام? برضه هتفهم الموضوع اكتر في فيديو اللي فات والفيديو بتاع مشكلتي مع ماتريكس ميتين وتنتهد عشر. تمام? بعتزر ان انا مش هادر الكلام عن الموضوع ده كله. الان فيديو هيعدي خمسين دقيقة اياني والكلام تعمل هذا. اتمنى تكون النقطة دي تفهمت بسهولة. مرة تانية نعيد. بعتزر ان انا بعيد بس لازم الناس تفهم. المهم هتخش على طور. على اداة اسمها تاج اكسبلور في اداة اسمها تيوب بادي. تمام? هتخش على تيوب بادي هتلاقي اداة جوه اسمها تاج اكسبلور. المهم. دخلنا على تاج اكسبلور. اه ده الكل اللي بتعمله يعني بتحط كلمة مفتاحية في تاج اكسبلور دي. وعلى طول هو بيقول لك كلمة مفتاحية دي. مسلا يقول لك اللي هي السكور بتاعها كم? كم من مية? هل كلمة مفتاحية دي كويسة ولا? يقول لك هل المنافسة بتاعتها كبيرة ولا? لو المنافسة كتير الناس بين نفسوا عن كلمة دي فهن متستخدمهاش. لو نفسها قليلة استخدمها. هاتسرش بتاعها كم شخص بيبحث عنها في الساعة بالشكل ده. وبيقول لك السكور الكل كلمة مفتاحية ويقول لك كلمة عن كلمة مفتاحية. يقول لك مسلا انها كلمة وفتحية مكترحة فبتاخد كلمة وفتحية بتاعتك يعني انت بتكتب عنوان الفيديو انت عايزه وبعد كده هو بيجيلك كلمات وفتحية فبتاخدها وبتنقلها على موقع تاج اكسدلور او على تيوب بادي اللي هي الاداة بتاع تاج اكسدلور بتخش وبيقول لك احصيات الكلمة دي لقيتها حلوة حطها في كلمة وفتحية لكن لاحظ انك لازم تحط الكلمة وفتحية المستح حداف اللي انت اخطيها من العنوان اللي انت حطتها في اول العنوان تمام? هتفهم اكتر لو شفت الفيديو اللي فات تمام? فاللي انت حطيها في اول عنوان والكلمة المفتحية مش ففتحيك دي لازم تحطه في اول حاجة في الكلمات المفتحية لانها هتوقع الاولويات لصلاحها هي تمام? حاس فيها غبطة كتير ولكن انا عارف انك هتفهم هتفهم انا عارف من انا長ت شرحت كويس وحاس ان شاء الله انك هتفهم وعえて لو ما حدش فهم. نقطة من لما قلت همش يكلمني عطول في الكومنتات او ياخدش كلمة على صفحة الفيسبوك. برد على كل الناس والله العزيز. زي ما قلت في البس المرحنة الدنيا بس صعبة شوية الايام دي عشان كمش افرض. ولكن بدأت ارد على كل الناس ببداية من النهاردة يعني. يبقى كده خلاصنا موضع كلمة مفتاحية. كل ما تعمل لك هترس كلمة مفتاحية. اول كلمة مفتاحية تحطها. هي كلمة مفتاحية مستعددة اللي انت استهدفتها. او لو استهدفت كلمتين حط اول كلمتين. حط الكلمتين. استهدفت تلات كلمات حط تلات كلمات. كده بالطرقة دي. تمام. في الوصفة في الوصف اول سطرين هتحط فيهم الكلمات المفتاحية او هتحط فيهم العنوين بتاعتك. اخر تلات سطور او تلات سطور اللي بعديهم يعني. هتحط فيهم الحاجات المهمة اللي انت بتقولها في الفيديو. الحاجات اللي انت قلتها ملخص سريعا عن الفيديو بتاعك. تمام? في الكلامات المفتاحية هتخش وهتقول الكلمة المفتاحية المستبدأة اللي انت عملتها وهتكمل برضو في الكلمات المفتاحية التانية يعني عن طريق مواقع الا اكتراح الكلمات المفتاحية او عن طريق دماغك انت ده لو انت بتفكر وعندك كلمة فتحية في دماغك فانت ممكن تشوف والاحسن انك تفكر يعني. وبس لكده او ده كان الفيديو من عارضة. اتمنى اكون اعجبكم يا ريت اه تراعي المجهود اللي بيتبزل وبتراعي موضوع الاحتكار لان انا كسرت كل قواعد الاحتكار في الفيديو ده اتمنى يكون الفيديو عجب. فاكيد ما تنسيش تعمل للاك الفيديو. لو كنت هشوف حلقات تانية حصرية زي دي حلقات للاحتكار زي الحلقات دي. انا نسى تتكاري القناة وفعل زر الجرس عشان زر الجرس ده مهم جدا عشان يوصلك الحلقات اول باول. وشكرا عشان تشوفت الفيديو واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. اتمنى اشتركوا في القناة